نفذت قوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراً بنتاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وقد قامت الوحدات المشاركة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة وكذا التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري وذلك بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية بالإضافة إلى التدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر كما شهدت أيضاً التدريبات القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية وتمارين المواصلات وتأتي تلك التدريبات في إطار خطة أقيارة العامة لقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع قوات البحرية للدول المختلفة